أكد الجيش الوطني يوم أمس أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 1924 خرقا للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظة الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبيان ولاحج خلال 21 يوما من إعلانها وقال الجيش في بيان أن الخروقات تنوعت بين استهداف بالعيارات واستهداف مدفع والدفع بتعزيزات والعمليات الهجومية والتسلل والتحليق بطيران مسير والاستطلاعي بالإضافة إلى استحداث خنادق وتحصينات جديدة وزراعة الألغام واستحداث قناصة واستهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة معرب وأوضح بيان الجيش أن الميليشيا الحوثي تعمدت على خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى وما تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن في ظل التزام قوات الجيش الوطني بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التامي لإطلاق النار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر